ما افاد مراسل الاخبار ان قواتنا المسلحة عادت الامن والاستقرار الى بلدة الفان الشمالي وقضت على المجموعات الارهابية فيها وفككت عشرات العبوات الناسفة وضبطت معملا للعبوات الناسفة وصدرت كميات من الاسلحة في حلب قضت قواتنا الباسلة على عدد من متزاعمي المجموعات الارهابية المسلحة في الباب والنيرب ودمرت راجمة صواريخ عريفة من القتلى المدعو عبدالرزاق متعب الوسمي الملقب بالصقر متزاعم مجموعة ارهابية مسلحة تطلق على نفسها اسم كتيبة ابو دجانة والمدعو عثمان العثمان متزاعم ما يسمى لواء جند الحرمين في المسلمية اوقعت قواتنا الباسلة قتلى ومصابين قرب مطعم ميامي ومحطة وقود الخولندي دمرت اوكار للارهابين في الجبيل وقرب معمل الاسمنت وعند تلة المضافة في حندرات ومنغ وعيندقني والعلقمية وبيانون وكفر انطون وماير والشيخ سعيد الى ذلك احبطت قواتنا المسلحة محاولة ارهابينا التسلل الى حي صلاح الدين في حين اشتبكت وحدات اخرى مع ارهابينا في حي الشيخ مقصود جنوب القصر العدلي في المدينة القديمة واوقعت العديد من افرادها بين قتيل ومصاب الى درع حيث قضت قواتنا المسلحة على اعداد كبيرة من الارهابين بينهم جنسيات غير سورية في بلدة نعيمة ودمرت ادوات اجرامهم عرف من الارهابيين القتلى محمد تيسير الزعبي متزعي ما يسمى كتيبة اسود السنة وهاني عبدالالله البركات متزعي ما يسمى كتيبة البراء بن مالك في جبهة النصرة في بلدة عتمان تصدت قواتنا المسلحة لمجموعات ارهابية اوقعت في صفوفهم عدد من المصابين والقتلى عرف من بينهم رضي ضيف الله الجاموس مما يسمى كتيبة ابن القيم الجوزية اسماعيل ضيف الله الجاموس ومحمد بشير ابو حوران مما يسمى لواء المعتز بالله كما استهدفت قواتنا الباس الى اوكار الارهابين وتجمعاتهم في قرى وبلدات الشجرة واللجاة وخربة غزالة تبني واوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين في مزارع المتعيات طيبة القريبتين من الحدود الاردنية اشتبكت قواتنا مع ارهابي جبهة النصرة وقضت على اعداد كبيرة منهم معظمهم من جنسيات غير سورية تسللوا عبر الحدود الاردنية